أعلن وزير الزراعة السيد القصير إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميد غمر بمحافظة الدقاهلية وكذلك مدير الإدارة الزراعية بميد غمر وأيضا مدير المكتب الزراعي بناحية هالة إدارة ميد غمر الزراعية وذلك نتيجة تقعصهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدي على الأراضي الزراعية كما كلف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإزالة التعديات وأحالة المخالفين للنيابة العسكرية وأكد وزير الزراع أنه لا تهاون في منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة في المهد لأي أعمال تشوين أو مواد بناء وتحرير محاضر للمخالفة بالرقم القومي وأحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية